أعايز أعلكم بالمناسبة يمكن النهاردة للتحاد الإفريقي أعلن قائمة المنتخب الأوليمبي اللي بيستعد لي أمم إفريقيا في المغرب وهذه البطولة هي المؤهلة لأولمبياد باريس 20-24 ثلاث لعيبة من الأهلي موجودين في القائمة يمكن بنتكلم في حمزة علاء حارس المرمى بنتكلم في أحمد نبيل كوكا وبنتكلم كمان في محمد أشرف ثلاث عناصر أساسية في منتخبنا الأوليمبي هيكونوا خلال الفترة اللي جاية من 24-6 لـ 8-7 موجودين في المغرب مع جهاز المنتخب الأوليمبي اللي بيستعد ليه هذه البطولة الإفريقية المؤهلة لأندر 20-3 اللي هتتلاعب في باريس صيف 20-24 كل طوفية رب المنتخبنا الأوليمبي طيب كلنا عارفين إن الكاس يمكن مباراة الأهلي والسويس بكرة في دور الـ 32 في مباراة في دور الـ 16 بتتلاعب في الفترة الحالية وحتى النهاردة في مباراة ما بين النجوم مسموحة النجوم أحد فرق الممتاز به في نفس الوقت فيه أربع فرق خلاص تواجدت وتأهلت ليه دور ربع النهائي دور الثمانية البنك الأهل الزمالك بيرامدز إمبي وخلال الساعات اللي جاية فيه مباراة النهاردة يوم السبت فيه مباراة أخرى يوم من الاتنين هيتحدى الطرفي كمان هذه المواجهة يعني بالتالي ست فرق مع الأهل لما يلعب دور الـ 16 ودور الـ 32 دور الـ 16 يعني بنتكلم ما يقرب من حوالي من 8 إلى 10 فرق هم اللي شايفينهم في المنافسة حتى الآن بالنسبة لكأس مصر ولكن في نقطة عايزة أتكلم عليها مهمة جدا الفوز بقيه بطولة والنجاح في حد ذاته بيبقى صعب لكن الحفاظ على النجاح بيبقى صعب ومش أي فريق في الدنيا يقدر ينجح ويحافظ على نجاحه ليه بقول كده؟ لأن على مدار آخر سنة تحديدا أو آخر سنتين شفنا كانت مواجهات صعبة جدا وتنافس قوي جدا مع النادي الأهلي من فرق أخرى سواء محليا أو إفريقيا على المستوى المحلي الزمالك فاز بآخر اتنين دوري وفي سنة منهم اللي هي السنة الأخيرة الزمالك جمع الدوري والكاس ده ممكن يبقى نجاح ولكن هل تقدر تحافظ على النجاح ده؟ لا ليه؟ لأن الحفاظ على النجاح ده محتاج مقومات ممكن تنجح صدفة سنة اتنين لكن عشان تحافظ على النجاح ده محتاج تشتغل وتعمل استراتيجية شغل على الأقل لخمس ست سنين فتفضل محافظ على البطولات اللي انت بتحققها خمس ست سنين بس الاستراتيجية ده الاستراتيجية دي والنجاح ده مش أي حد يقدر يحققه السنة اللي فاتت الزمالك جمع الدوري والكاس السنة دي الأهلي فاز بالدوري أو خلاص يعني على عتاب الفوز بالدوري بنتكلم في أربع مباريات في حال إذا بيرمز مخصرش نقط ويتوج الأهلي بطل للدوري العام وبالتالي الزمالك فقد بطولة الدوري بنروح لبطولة الكاس الزمالك كان فاز ببطولة الكاس وكان فاز على الأهلي في فاينال الكاس السنة الأخيرة الأهلي قدر يفوز بالكاس ويعود بهذه البطولة من جديد لدولاب بطولاته في مقر نادي في قلعة البطولات في الجزيرة وبالتالي الأهلي قدر يفوز بالكاس وعلى بعض أيام وليلة جدا ويفوز بالدوري العام فبالتالي الفريق اللي نجح يفوز بسنة أو اتنين ببطولات فقط بطولاته في السنة الثالثة وده اندل على شيء بيدل إن الحفاظ على البطولات هنا مش أي حد يقدر يعمل ده ممكن تفوز صدفة في سنة ممكن تفوز سنة في أخطاء أخطاء تحكمية أخطاء فنية لفرق منافسة لكن في النهاية عشان تقدر تفوز ببطولات سنتين وثلاثة واربعة وخمسة ده محتاج شغل طويل جدا ما بيتحققاش ده إلا في النادي الأهلي ده على المستوى المحلي منذ أن فاز الزمالك بالدوري والكاس من ساعتها لم يفوز بأي بطولة وإدر الأهلي يفوز بالكاس إدر الأهلي يفوز باتنين سوبر فاز على الزمالك في السوبر فاز على بيرمز في السوبر وحاليا بيقترب هو ملفوز بالدوري العام وداخل منافسات الكاس الجديدة وإن شاء الله بإذن الله هنشوف السوبر اللي جاي لما يتلاقيه بقى يبقى فين وإذا كان فيه بطولة نخبة كمان هتبقى إزاي ولكن السوبر اللي جاي غالبا طبعا أكيد الزمالك مش هيبقى فيه لأن الزمالك المفروض انسحب في بطولة الكاس الأخيرة وحتى هذه اللحظة على فكرة الناس ناسية الاتحاد ما طلعش قرار على الفريل انسحب من بطولة الكاس السوبر وهل لو فاز هو بالكاس هيلعب كاس السوبر ولا مش هيلعب محدش عارف عموما احنا بنقول من دلوقتي هو لغاية لما نشوف الفترة اللي جاي ولكن منذ أن فاز بالدور والكاس خسر السوبر أمام الأهلي خسر الدوري حتى الآن كلنا عارفين إن الزمالي خلاص خسر الدوري والأهلي بيقترب من المنافسة على الدوري أو الفوز بالدوري العام بنسبة كبيرة جدا ويه كمان خرج من البطولة الإفريقية فبالتالي يقدر الأهلي يفوز بكل البطولات دي طيب تعالوا على المستوى الإفريقي منذ أن الأهلي خسر دوري أبطال إفريقيا في مايو العام الماضي بعد سنة بص على الأهلي حقق إيه وبص على المنافس اللي كان مع الأهلي في نهاية دوري أبطال إفريقيا عمل إيه الأهلي بعد ما خسر دوري أبطال إفريقيا في مايو عشرين اتنين وعشرين يوم تلاتين مايو المباراة الشهيرة اللي اتلعبت في مركب محمد الخامس وكانت المباراة الأخيرة اللي كان بتتلعب من لقاء واحد بس في نهاية دور الأبطال فاز الأهلي بالسوبر المصري فاز الأهلي بكأس مصر فاز الأهلي بالسوبر المصري أيضا فاز الأهلي بدور أبطال إفريقيا على نفس الفريق اللي فاز على الأهلي العام الماضي وحقيقا قريب جدا من الفوز بالدوري العام يعني نتكلم منذ أن خسر دور أبطال إفريقيا حاليا بيقترب من تحقيق البطولة الخمسة في أقل من 330 يوم يعني يقل من سنة قدر الأهلي يحقق خمس ألقاب تعالي على المنافس الوداد بعد ما فاز على الأهلي في هذه المباراة الشهيرة بكل أحداثها ونتائجها الوداد خسر السوبر الإفريقي خسر كأس العرش من نهضة بركان خسر دوري أبطال إفريقيا وخسر في كأس العالم للأنديرق من البطولة كانت على أرضه وبالأمس خسر بطولة الدوري المغربي ده يندل على شيء بيدول أن النجاح مش مرتبط بتخطيط لو سنة واحدة لا مرتبط بأشياء أخرى قد تكون خارج الملعب ولكن الحفاظ على النجاح مرتبط أنك تخطط كويس جدا لسنة واثنين وثلاثة دي نقطة النقطة التانية في فرق بعدما تخسر دوره وكاس وتخسر بطولة إفريقيا في موسم كان صعب جدا مر على الأهل السنة اللي فاتت قليل قوي لما تلاقي فرقة تقدر تحقق ده في السنة اللي بعدها وتكسب خمس بطولات من أصل خمس بطولات أنا بعتبر خلاص بطولة الدوري على عتاب يعني قلعة البطولات في مقار الأهل في الجزيرة لما نتكلم خلاص في دقيقة خمسة وتمانين خمس دقائق ويصفر الحكم والبطولة تبقى في النادي الأهل مين يقدر في أفريقيا ولا في المنطقة العربية يحصل مع ده ويحقق ده الحاجات التاريخية اللي زي دي مهمة جدا نلقي الدوق عليها عشان الناس ما تنساش إن السنة اللي فاتت كانت في انتقادات حدة ومواقف صعبة وأيام عدت علينا كانت صعبة جدا لما خسرت الدوري والكاس وبطولة إفريقيا وجيه ساعتها سوارش وكانت مرحلة انتقالية وأنا أتذكر سوارش وأتقى في المؤتمر الصحفي الأخير ليه قال السنة الجاية الأهل هيكسب كل حاجة وفعلا بصوا على السنة دي مع مارس الكولر كانت اتنين سوبر على زمالك وبيراميدز كانت بطولة كاس مصر على حساب بيراميدز كانت بطولة إفريقيا على حساب الوداد اللي فاز على الأهل العام الماضي والسنة دي بيقترب خلاص من الفوز بالدور العام ولسه عنده كاس مصر ولسه عنده السوبر الإفريقي وإن شاء الله كمان لسه عنده السوبر المصري مع بطولات قوية جدا في الموسم اللي جاي دور السوبر الإفريقي كاس عالم الأندية ده ما بيحصلش إلا مع الفرقة الكبيرة اللي هو مين؟ الأهلي مع كامل احترامي لأي فريق في مصر أو فريق خارج مصر الإنجازات دي والصعوبات دي والتحديات دي مش هتحصل إلا مع فريق واحد النادي الأهلي سواء محليا أو قريا دي نقطة